السلام عليكم ازايكم بناتا عاملين ايه ربكم خير اهلا بيكم معي في فيديو جديد. النهاردة بازن الله الفيديو بتاقي عادة تدوير لعلبة شوز كده. هنعمل منها فكرتين مش فكرة واحدة. هنعمل فكرة بالعلبة نفسها اللي هي كبيرة. وفكرة تانية بالغطى بتاع العلبة. ان شاء الله الفكرة تانية يعجبوك. وبس قبل ما ابتدي لو مش مشتركة في القناة ريت نوريني وتشتركي وفحلي الجرس كمان عشان يوصل لك كل حاجات اللي بقدمها بعد كده. ولو عجبك الفيديو وعجبتك الحاجات اللي هنقدمها ما تنسيش بقى تحطي لايك على الفيديو. يلا بينا كده نبتدي نخش على الطريقة على طول. اول حاجة هستخدمها آآ هعمل بيها الفكرة الاولانية اللي هو الغطى. هجيب معايا التيب ده اللي بيبايا عند البتوع الحديد والبيوت وكده. آآ هبتزي ان انا بس اجمد الغطى شوية عشان ما يبقاش فكك من الجناب. هكون تحسي فكك شوية مش متماسك قوي. فعملت الطريقة دي. آآ بحيس ان هو يبقى ماسك معايا كده ومزبوط. اغلفت كله من برا كده بالطريقة دي. وبرضو عندي من جوة الغطى برضو ممكن فكك شوية. او ممكن آآ يعني تزبطيه بمسلا بالشمع. بمسادس الشمع يعني وتلزق كويس الغطى بتاعك يبقى متماسك معك كويس جدا. بعد كده جبت الستيكر ده. طبعا الستيكر ده بتاع المطابخ يعني اللي هو الرخيص مش الغيلي. يبتلي ان اخد المقاس بالشكل ده كده. هقطع حتة تكون آآ يعني اكبر كمان من المقاس بتاعي عشان تبقى مستريحة ما يبقاش آآ تبقاش قصيرة. هبتزي ان انا اغلي في العلبة بتاعتي من جوة مش من برا. يعني كمان الجوانب هتتغطى برضو من جوة. هاخد كده من كل جنب آآ هشيل مربع. طبعا انا بقيس كده يعني بالويم هشيل مربع كده هو عشان ما يدعاكسنش وانا بفرد من جوة. بعد ما قسيت الاربع اركان اربع مربع كده صغيرة بحيس ما يبقاش معكسني وانا بفرد هبتزي ان انا فك طبعا الاستيكر بتاعي حتة بحتة بقى كده. وهبتزي ان انا من الجناب الزقها كويس يعني اهم حاجة تبقى الجناب بعد كده هنزبط طبعا الباقي. هبتزي بقى ان انا اسحب من تحت يعني زبطت اول جنب كده وبعين هبتزي ان انا اسحب المشكلة للاستيكرات الموجودة في السوق دلوقتي اللي هي العادية بتبقى خفيفة قوي. مش زي زمان كانت عاملة زي الجلد كده وكانت آآ متماسكة اكتر لكن دي بقى اتعامل معها بحس بحرص قصدي. علشان آآ ما اتقطعش معاكي. طبعا شيلت الورقة بقى كلها وابتدت ان انا ازبطها كده معايا كارت وبدخل كده في الجوانب عشان يبقى مزبوط. وشتشغل بتاعني يبقى مزبوط مفيش آآ فراجات. مفيش هوا داخل مفيش يعني اوباب كده ويبقى شكل مش مزبوط خالص. طبعا كده خلاص زي بانت شايفين بالآ كده انا خلاص تقريبا خلصته. كده خلصته ده شكله النهائي. دلوقتي معايا دي علبة ايس كريم. هبتزي ان انا اقطعها نصين. او ممكن اي كباية تكون بلاستيك عندك. وهشيل كمان الجزء اللي هو اللي فوق الناشف ده. هقصه. كده بقى معايا اتنين مش واحدة بس. معايا هنا بلاستيك ابيض. آآ هبتزي انها لوان العلبة بتاعتي بقى اللون اللون الابيض ده اي لون بقى انت تحبيه يعني. انا خطرت الابيض علشان الستيكر نفسه فيه لون ابيض فده هيبقى آآ يعني ماشي معاه لايق معاه. انت وفايا الالوان زي ما انت عايزة. آآ هبتزي انها ادهينهم كمان مش طبقة واحدة ممكن طبقتين او تلاتة. آآ طبقة خفيفة وبعد كده طبقة خفيفة علشان آآ تنشأ بسرعة. وكمان علشان تغطي بقى اي لون ازرق من تحت خالص من لون العلبة نفسها اللي هي العلبة الايس كريم دي. كده شكلهم بعد ما نشوفه معايا. انا هعمله زي برواس كده. آآ معايا هنا خيط آآ كتان اللي هو بيبقى الحبل. عارفين الحبل بتاع الغسيل. في حبل غسيل كتان كده بيباع. آآ بتبقى شلة كده على بعضها عشرين متر بحوالي تسعة جنيه. انا بتجيبها يا شكلها اصلا بيبقى حلو. الوانها جميلة جدا يعني مش شرط تستخدم بس في في الحبل الغسيل. انا هبتزي ان انا زين كده طرف الغطى بتاعي ده. طبعا بلزق بمساعدة بقى مساعدة الشمع ده. هبتزي ان انا اعمل كده زي برواز زغنن آآ روف ويع يعني آآ خيط واحد مش هكتر عن كده. آآ بس على الطرف بحيس يديني شكل كده ولون يعني مختلف وبعد كده طبعا هقص الزيادة معاك يبقى ولاعة ممكن تلزعي بس الطرف بتاع الخيط علشان ما يبقاش بس يعني نسل معاك وبعد كده هقطع كده اتنين صغيرين على قد العلب بتاعت دي وهزين برضو الاطراف بتاعتها كده عشان يبقى كل واخد نفس الشكل العلبة الاولانية وبرضو العلبة التانية هعمل فيها نفس الكلامة هحط عليها برضو من الخيط ده يبقى كده الاتنين خدوا نفس الشكل طبعا التزين ده حاجة ترجعلك ممكن كمان ترسمي عليها لو حبه هبتزي بقى ان انا لزقهم كده بالشكل ده واحدة معوجة كده شوية يمين واحدة شمال كده هو يعني البروازة يبقى شكله جميل جدا لما تشوفه في الاخر كده لزقت الاتنين وبعدين معايا ورت بقى بلاستيك هبتزي ان انا اضيفه كده هو بالشكل ده اخر خطوة بعد عشان خاطر نكمل الشيكة للبرواز بتاعنا هجيب حتة كده من الخيط برضو وبعدين هعملها كده زي علقة من وراء بالشكل ده كده لزقتها من وراء وده كده شكلها النهائي لما نعليها على الحيطة شكلها يعجبكم قوي ده كده شكلها من فوق لتحت الالوان ماشي كلها مع بعضها وشكلها ندخل بقى كده على الفكرة التانية على طول من علبة الشوز نفسها جدت برضو التب بتاع دوت وعملت كده من على الاطراف خليت العلبة تبقى متماسكة اكتر يعني من بره ومن جوه كده وبعدين جبت معايا برضو اللي هو الحبل الكتان ده وهبتدي ان انا برضو كده هو استخدمه معايا وهنزيم بالعلبة بتاعتنا وهنخليه زي منظم كده طبعا برضو الطرف بتاعه وببتدي اننا لسحه كده بالمسلا بالولاعة وبعدين هبتدي هحط طرف بقى كده وبرضو بمساعدة مسدس الشمع بتاعي هبتدي ان انا اغلب بي العلبة بتاعتي كده شكل العلبة بتاعتي بعد ما خلصتها ولفت عليها الخيط بتاعي طبعا ما عملتوش لحد الاخر سبت كده حوالي ربع من العلبة وجبت معايا ده تي شيرت قديم عندي لونه ابيض هبتدي ان انا زي ما تشوفتم معايا كده خدت المقاس خدت مقاس العلبة ازاي بالزبط وبعد كده برضو هاخد الطول وبردو هسيب له مساحة كده من جوه يعني مش هاخد بالقد على القد بالزبط لا هسيب كده يعني حبة كده براح شوية بعد كده هقص بقى مطرح طبعا ما انا علمت كده هو ده شكل الجزء اللي انا هبقى محتاجه هو ده اللي انا هستخدمه هجيب بقى مصدس الشام وهبتدي ان انا ألزق القماش في بعضه كده طبعا هلزق جنبين بس وهسيب جنب مفتوح وفي جنب اصلا متخيط يستحسن ان انت اصلا تخيطي بالابرة والفتلة وكده مش ان انت تلزقي هيبقى امتم معاكي واقوى من كده بعد ما لزقت الجنبين معايا ابتديت ان انا لبس العلبة بتاعتي للتيشيرت طبعا الجزء الابيض اللي انا قصيته ده ومن على الاطراف مش هسيبها كده لقى هتنيها لجوة كده هو بالطريقة دي بحيس الخياطة مبانش خالص اللي هي اصلا في التشيرت وبعدين اا يعني شايفين لو في حاجات كده صغيرة يعني مسلا مش ملزوقة كويس هتعمليها عشان كده بقول لكم يستحسن الخياطة بس انا استسهلت صراحة يعني اا وبرضو على الاطراف هبتدي حط كده حتة شنع صغيرة وهلتق الايه الام الام القمشة دي اللي انا حطيتها كده هو من كل الاركان وكل الزوايا معاكي بقى مسلا جبير معاكي يتقول معاكي اي حاجة ممكن انت تزيني بيها طرف العلبة هو ده كده شكلها بعد ما زينتها حطت كده شريط جبير وعملت اا فيونكا من نفس الخيط بس لون تاني وده كده شكلها ناق شكلها عسول جدا جدا شكلها شيك مش هيبان خالص ننتي عملاها في البيت كأنها جاهزة شكلها مظبوط قوي يعني ودول كده الفكرتين بتوع النهاردة اللي احنا عملناهم من عالبة عملنا من هم فكرتين مختلفين اا حاجات بسيطة جدا ممكن تترامي في البسكت ما تستخدميهاش عملنا لها اي ما يعني وعملناها كده وزبطناها وخلناها شكلها شيك ده كده شكلهم هم الاتنين شكلهم عسول قوي طبعا انا بوريتكو البرواز وهو متعلق وده شكل العلبة بعد ما مسلا نظمت فيها الفوض ممكن تحطي بها تنظمي فيها حاجة كتير جدا جدا حاجات خاصة بك انتي كريماتيك حاجات فوض في الحمام مسلا بلابس داخلية حاجات صغيرة بتضيع منك حاجات كتير لأفكار كتير جدا تعملي كم واحد وتحطيهم جنب بعض يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكو ما تنسوش بقى لايك على الفيديو لو عجبكو وكمان اشترك في القناة لو او مرة تشوفيني وفعال الجرس كمان عشان وصال لكل حاجات اللي بقدمها بعد كده وان شاء الله شوفكم فيديو جديد وفكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة